عزيزة الله بالصف الثلث الاعدادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نارده ان شاء الله هنحل نموذج امتحان تربية دينية اسلامية سؤال الاول سؤال القرآن الكريم من سورة المؤمنون دي السورة المقررة علينا حفظ اقرأ ثم اجب ولكد خلقنا الانسان من سلالات المنطين ثم جعلناه نطفة فيه قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة المضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحمن ثم انجئناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقي الاسئلة على الاية هات معنى ما يأتي من سلالة المنطين ومعنى علقة ومعنى مضغة معنى قولي سلالة المنطين يعني خلاصة الشيء السلالة هي خلاصة الشيء والعلقة هي دم متجمد العلقة دم متجمد وليخدناها في اطوار او مراحل خلق الانسان او خلق الجنين يبقى ان علقة دم متجمد ومضغة هي قطعة من اللحم قدر ما يمضغ قطعة من اللحم قدر ما يمضغ به فسر معنى الايتين الاولى والثانية من الايات التي امامك يعني اشرح الايتين اللي هي الاية الاولى والثانية ان الله سبحانه وتعالى خلق الانسان من سلالة من خلاصة من الطين اصل خلق الانسان من الطين وهي بداية خلق ادم عليه السلام ثم بعد ذلك جعل الله الانسان نطفة في كرار مكين اي في مستقر امين وهو رحم الام والنطفة هي عبارة عن مقدار من الماء مقدار من الماء في رحم امه املأ الفراغات التالية حروف المد هي الالف الوا واليا وينقسم المد الى نوعين هو المد الاصلي ويسمى ايضا المد الطبيعي المد الاصلي هو المد الطبيعي والنوع التاني مد فرعي بعد كده عندي دال اكتب ما قوله تعالى ثم انكم بعد ذلك لميتون الى قوله تعالى وصبغ للآكلين احنا نكملوا نقول ثم انكم يوم القيامات تبعثون ولقد خلقنا فاقوكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسكنناه في الارض وان على زهاب به لقادرون فانشأنا لكم به جنات من نخيل واعناب دكم فيها فواكو كسيرة ومنها تأكلون وشجراتهم تخرجوا من طور سيناءة تنبتوا بالدهني وصبغا للآكلين احنا وصلنا هنا لخيط الآية اللي هو عايزها دي كده يبقى انتهى سؤال القرآن الكريم ويبقى عندنا تاني سؤال في اسئلة مادة التربية الدنيا وسؤال الحديث الشريف وبيجينا حديث من الحديث الموجودة في اثناء او في خلال الدروس اللي احنا خدناه في اثناء السنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخزله ولا يحكره بحسب امرئ من الشر ان يحكر اخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام ماله هو دمه وعرضه الف هات معنى ما يأتي لا يحكره ومعنى قوله بحسب امرئ معنى لا يحكره لا يستهم به لا يحكره لا يستهم به بحسب امرئ معنى بحسب يعني يكفيه بحسب امرئ يعني يكفيه اشرح الحديث السابق هنقول يوضح الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن المسلم أو المسلمين أخوة يوضح الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث أن المسلمين أخوة ولذلك يجب أن لا يظلم المسلم أخاه المسلم ولا يتخلى عن نصرته ولا يظلمه ولا يستهين به فإن فعل المسلم ذلك فقد ارتكب اسما عظيما وكذلك لا يتعدى المسلم على ما الأخي المسلم ولا على عرضه ولا على دمه نكمل النموذة بعد كده عندي جيمضة علامة صحة أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة فيما يأتي واحد من صور التعاون التي يساب عليها الإنسان مساعدته لزملائه بالغش في الامتحان خطأ طبعا لأن هذا ليس تعاون على الخير ده في مضيعة لحقوق أفراد آخرين وقوف المسلم مع أخيه المسلم من الإسلام ده صح طبعا ده صح أما الأولين يأتي بها خطأ والكثير منكم يعترض على ذلك ومن يحبون الغش في الامتحانات يرى أن الغش هو باب من أباب التعاون يعني لكن هذا غير صحيح ثالثا سؤال الفروع ده علامة صحة أمام العبارة الصحيحة وعلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة فيما يأتي الإسلام وكتابه القرآن الكريم أو الوثيقة عالمية أعلانة حقوق الإنسان صح به من مصادر الثقافة في الإسلام القرآن والسنة والطراث الإسلامي صح جيم الإسلام دين طهر ونظافة صح طبعا دال من موجبات الاختسال موت المسلم إلا إذا كان شهيدا صح من سنن في الإنسان ينقسم إلى أنواع التوازن اللي خدناها في بداية كتاب خواطر والتوازن يقسم إلى توازن خلقي وتوازن خلقي الصلاة عبادة إيه؟ عبادة روحية ورياضة جسدية الزكاية عبادة مالية لأنها للزكاية بنطلعها أموال فرضها الله تعالى لتطهر نفوس الأغنياء من إيه؟ من الشح لتطهر نفوس الأغنياء من الشح والبخل وتعالجها من الأسرة والأنانية كده يبقى انتهى معنا هذا النموذج من نمازج امتحام مادة التربية الدينية وإن شاء الله هنقدم نمازج أخرى كثيرة فابقوا معنا وتابعوا معنا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته